منذ الغزو الأمريكي للبلاد انزلق العراق نحو نفق سياسي واجتماعي مظلم أسسه الاحتلال عبر نظام المحصصة الطائفية الذي مهد بدوره لسيطرة الميليشيات على مفاصل العراق بعد أن تلاشى دور الدولة لصالح قيم العشائرية والمذهبية وكمتداد لنفوذ الميليشيات وسيطرتها على موارد الدولة برز مؤخرا ملف الفساد في منافذ العراق الحدودية ليتصدر ملفات الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وليصبح عنوانا بالغ الأهمية على تغول الميليشيات وسيطرتها على مجمل المشهد العراقي فعدم سيطرة الحكومة على المنافذ الحدودية يتسبب سنويا في خسارة مليارات الدولارات بحسب تصريحات للنائبة ماجد التميمي في حين تؤكد اللجنة المالية النيابية أن هناك بعض المنافذ الحدودية في البلاد تسقط كليا وتصبح خارج سيطرة الحكومة بعد انتهاء الدوام الرسمي فيها وسط أنباء عن سيطرة ميليشيات متنفذة على تلك المنافذ وإدارتها والاستيلاء على وارداتها لتمويل وتسليح تلك الميليشيات المنافذ الحدودية تعد ثانية أكبر موارد العراق بعض النفط بحسب عضو اللجنة المالية في مجلس النواب حنين قدو الذي طالب بتشديد الرقابة على حركة أكثر من ملياري دينار عراقي تدرهم المنافذ الحدودية يومية من أجل ضمان وصول تلك الأموال إلى خزينة الدولة وإبعادها عن شبهات الفساد ولعل من المفارقات أن حكومة عادل عبد المهدي أعلنت إغلاق منفذ مندل الحدودي مع إيران حينما عجزت عن محاسبة الفاسدين في إدارته بعد أن تحول المنفذ إلى ممر لتهريب المخدرات والممنوعات والأسلحة لصالح الميليشيات المقربة من نظام طهران الأمر الذي يثير التساؤل عن مصير كافة منافذ العراق الحدودية وهل سيتم إغلاقها كذلك ليحاصر العراق نفسه بينما يترك الفاسدون يمرحون في طول البلاد وعرضها أم أن قادم الأيام في العراق ربما يحمل بشريات يوم يطهر العراقيون فيه وطنهم من الظلم والفساد والطائفية